أعلنت توزارة الخارجية الإيرانية رسمياً انتهاء عمليتها بحق إسرائيل ما لم ترد سلطات الاحتلال على العملية التي قامت بها هذا وكشف موقع عكسيس الأمريكي عن تقطيط إسرائيل لرد واسع النطاق في غضون أيام يستعدف منشآت انتاج النفط داخل إيران ومواقع استراتيجية أخرى في مشهد قاتم وليلة ظلماء على إسرائيل أمطرت إيران سماء الاحتلال التي توشحت باللون الأحمر الذي غط سوادها الدامس بنحو مائتي صاروخ في نصف الساعة واستهدفت مناطق بينها قواعد عسكرية خاصة الجوية في وقت دوت صفارات الإنظار في جميع أنحاء الأراضي المحتلة لتدفع الملايين إلى الملاجئ في سابقة لم تعهدها إسرائيل من قبل وعلى شفى حرب شاملة تقف المنطقة بعد معارك ضارية في الجو شهدتها الأجواء الإسرائيلية على خلفية استهداف الاحتلال عددا من قيادات حزب الله كان آخرها اغتيال أمينه حسن نصر الله في استهداف للضاحية الجنوبية لبيروت وسبقه اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في قلب العاصمة طهران ومن ثم الإعلان عن عملية عسكرية برية على لبنان مع تواصل قصف الاحتلال الأهواج على الجنوب استدعى كل ذلك ردا إيرانيا بوابل من الصواريخ لم تستطع القبة الحديدية التصدي لها جميعا مما أحدث حالة من الهلع والذعر في الشارع الإسرائيلي البنتجون من جانبه أعلن أن سفنا حربية تابعة للبحرية الأمريكية أطلقت نحو 12 صاروخا اعتراضيا على صواريخ إيرانية كانت متجهة إلى إسرائيل وتقول إيران إن العملية دفاعية ومشروعة وبحسب الخارجية الإيرانية فإن العملية انتهت ما لم تقرر سلطات الاحتلال الإسرائيلي استدعاء المزيد من الرد وأكدت الخارجية الإيرانية أنها بعثت برسائل إلى واشنطن عبر قانوات اتصال طلبتها بتجنب دعمها لإسرائيل في تلك المسألة وحذرتها من مغبة التدخل بعد هجومها الصاروخي في المقابل كشف موقع أكسيس الأمريكي عن تخطيط إسرائيل لرد واسع النطاق في غضون أيام متوقعا أن يستهدف الهجوم الإسرائيلي المحتمل منشآت إنتاج النفط داخل إيران ومواقع استراتيجية أخرى طرح أكده مسؤولون إسرائيليون من أن اجتماع حكومة الاحتلال الأمني انتهى باتفاق على أنه سيكون هناك رد عسكرية ولكن دون قرار واضح بشأن ما هي الرد لحين التشاور مع الولايات المتحدة الداعم الأول لإسرائيل الأمم المتحدة من جانبها دعت على لسان متحدثها ستيفان دوجاريك إلى التهديئة وتجنب اندلاع حرب شاملة قال يكون إذا تصعد الصراع وندعو إلى وقف فوري لإطلاق النار يجب تجنب حرب شاملة بأي ثمن ويجب احترام سلامة أراضي لبنان وعلى الرغم من الدعوات الأممية والأمريكية والأوروبية لوقف إطلاق النار فإن المخوف تتصاعد من اندلاع حرب أوسع نطاقا بسبب ممارسات إسرائيل التي تدفعها لفتح جبهات جديدة دون حساب واستدعم أمريكي أوروبي غير محدود